الله أكبر بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الرسول الله سلام عليكم السلام عليكم جميعكم لتعرفكم السلام تعرف كيف يحصل في هذه الحياة هناك بعض المسلمين والنسلمين لا يوجد الكثير من المسلمين لا يوجد الكثير من المسلمين لا يوجد الكثير من المسلمين سنبدأ الأ wichtigية أول أن نستغسلها سنوات أثناء سؤال بسم الله سيد استحادت جانبًا هل هناك مطلقة لكفتح الطعام أو تخلق المطلقة عندما يتحقون السيارة و يغلق بساطة ڤري معًا أقلعًا؟ لا هل لا يمكننا لبي هذا كنا نحن نحن من المناتج سنحن نتسلم إذا مطلق، تعالى أنك تعالى إذا لم تسلمون تعالى أنك تعالى لكن لأنك تنزل كنقل. يتكلم. اكتما يأتوا. والسلام الروف. هل يخصى الإسلامية ثلاثة قابلة إسمانه. هو الأبنت. هو سوف هو أعفل. هو متى. هو سيد. هو أعفل. هو تخصد المعرفة. وهلا يؤذي هو يتعاهل مرات في الوقت. لا تعود لك في تلك مراتك. و حتى تجرب بين فيها أن تتعاهل والأربار معرفة معاً لا يستطيع في هذه الطريقة. الله عزيز قال إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا في هذه الصحيحة هي لحظة الوقت للمؤمنين. الله عزيزي الله هو الذي يجعل الوقت. أنت لا يجعل الوقت. شكراً لكم. حسناً أخي موسى، شكراً لكم على سؤالكم. هل يجب أن يكون هناك مجموعة للمؤمنين عندما يأخذ شهادة؟ ونحن نظرون الذين لا يجعلون مسلمين شهادة يعني أن تتفع على المؤمنين والله 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 والفتحة المحمد صلى الله عليه وسلم بإيجاب أن يكون محمد رسول الله إذا كنت تعتقد في هذا ويجعل هذا يصبح موسلم. لذا المؤمن هنا، هل نحتاج إلى المؤمنين؟ لا، لا تحتاج إلى المؤمنين لك. لا يوجد حديث في القرآن لا يوجد حديث أن تتفع على المؤمنين. إذا كنت تتبع في المؤمنين وكتبت عن الإسلام وكتبت أن تصبح مستعدة وكتبت أن تكون موسلم فكل ما يجب أن تقول أشادو أن لا إله إلا الله أشادو أن محمد رسول الله أنت موسلم، لا يحتاج إلى أحد وكتبت أن تكون محمد رسول الله وكتبت أن تكون محمد رسول الله وكتبت أن تكون موسلم صلاة أكثر. لا يوجد على المحن أنه لا يوجد حديث انتهاء إنه ليس معرفض الإسلام وكتبت أن تكون موحلة أنت منها فقط، ستبدأ بالحقل، ثم سيكون هناك ستحق، ثم ستحق، ثم ستحق، ثم ستحق، ثم ستحق، ثم ستحق، كيف تحق، وكيف أن نفعل؟ إسلام لا تشعر هذه التحقق بالرقائق مع أكثر من أجل، فقط لبعض ملحك، إذا كان لديك شخص، وكيف تريد أن تحق بأحد، لماذا لا تريد أن تحقى هذه الناس، وكيف أن تكون هذا الصوت والسطور لك؟ موسيقى موسيقى Alright, again, SM asking how we're going to get to know each other if we are not going to be spending time with each other. Doesn't matter how much time you're going to spend with your boyfriend or your girlfriend, you're never going to know this person until you actually marry and live together. But the issue here is we're trying to please Allah, you try to live according to Islam. So you're concerned about pleasing Allah before anything else. So if you try to please Allah, you do it in the right way, not in the wrong way, because the wrong way is not going to bless your marriage. The bottom line is that Islam forbade this kind of relationship, forbade privacy between men and women, forbade a man touching a woman that is not a maha, is not his sister, is not his aunt, is not his mother, is not his wife, all these things is forbidden Islam. Even eye contact, you understand, with desire or anything like this is forbidden Islam. And Allah subhanahu wa ta'ala said وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ And say to the believing men to lose their gaze. And also he said the same thing to the women. So there is no excuse for you to disobey Allah with assumptions that you're trying to know this man or know this woman, so you can get married later on. Thank you. Again, with SM still asking, regardless, like I said, if it's a male or female, doesn't matter, say, what about a self-pleasure until I found my partner or the right partner? There is nothing called self-pleasure, you understand? There is nothing except for you to get married. If you don't have the means to get married, the Prophet of Allah say fast. Because when you observe fasting, it will help you to control this desire. But Almighty Allah made a system and mechanism in your body. When these things reach a certain limit, you're going to see what you call it, a wet dream in your sleep. So you don't have to go and do any so-called self-pleasure because it takes out of your energy, your time, your thoughts, and what you're supposed to be doing. Your body will release itself by itself when the things come to a certain point that is not there. And like I said, that we need to understand. We have a purpose in this life, and we can fulfill our desire in a right and acceptable and lawful way by getting married. Thank you. All right, we have a question here related to, let's say, this is my word related to drugs. but the person is saying, is it okay to smoke marijuana? And he say, between two princes, he say, refah. Since it is not mentioned in the Quran. You are right, this is not mentioned in the Quran, with no marijuana, but maybe it used to be similar things in the time of the Prophet. But the issue here, we are not playing with words or hanging over words, marijuana, hashish, grass, opium. The Prophet said, وَقُلْ مُسْكِرِنْ خَمْرُ وَقُلْ خَمْرِنْ حَرَامُ Anything that causes the mind to be foggy, this is intoxication, this is khamr, this is considered wine. So does not have to be a liquid, any form, even if you sniff it, even you can spray it, whatever it is, it causes your natural thing to go out of the way that God had created, and make your mind foggy, make you understand, feel drugs. This is forbidden in Islam. And again, the Prophet said, وَقُلْ مُسْكِرِنْ خَمْرُ وَقُلْ خَمْرِنْ حَرَامُ Everything that causes intoxication is considered khamr, and every khamr is forbidden. Thank you.